هو نداء والد لإنقاذ ابنه من هلاك محقق أربعة سنوات كاملة كانت شاهدة على عذاب الابن والوالدين معا لنتابع كنان عبدالإله أربع سنوات من ولاية معسكر مصاب بمرض تموه الرأس أو ما يعرف باستسقاء الدماغ منذ ولادته ما استدعى إجراء عمليتين جراحيتين ابن عبدالإله ذو الأربع سنوات يعاني من مرض استسقاء الدماغ أو تموه الرأس باللغة الفرنسية إدغو سيفالي هذا اسمه مليزاد لكاتجوان دميل ديست رأي يعاني من هذا المرض في نوفمبر دميل ديست في نوفمبر دميل ديست سنتين بعد العملية الأولى درنا لها العملية الجراحية الأولى درنا لها اللوتوية والأغفالف هذه وتعود التريفيزة تعودناها لها على عامل من نوهاك تزامنة كذلك معه في نوفمبر دميل ديست سنتين بعد العملية الأولى وبعد العملية الثانية واللي يعاني من مرض الصرع رحلة علاج عائلة كنان مع ابنها طويلة لكنها وفي كل مرة تواجه مضاعفات جديدة أضعفات جسده النحيف ما يتطلب إجراء عملية جراحية أخرى علها تخفف عنها ردنا المفتشفى ليشطو قال لك الولد رحكثر عليه اللي يكيد في رأسه معانت هالإدروسيفالي ما زالت رايكاين ما تعالجتش وبالتالي هو مقبل على عملية جراحية أخرى سواء قال لك نقلعو له التويو اللي يراه هنا في اليومنا سواء خلوه نزيدو تويو الزاوج في الجهة اليسرى وإحنا يا رحنا نشوفه في الولد رحي الحياة بذات السوء إحنا كوالدين عبدنا نعيو للأسف نطلب وضلك من من السيد رئيس الجمهورية أو وزير الصحة أو الناس المحسنين سواء داخل الوطن أو خارج الوطن يشوفه في عبدالإله لعله وعاسى يا ربي سبحانه يديرهم سبب في الشفاء التاعه ما قالوا أن العملية في الخارج هذه ناشحة أكثر وأكثر وعلى إحنا ديجادرناها هنا مرتين في الوطن وللأسف الحالة تاعها ما تطورتش بالعكس بدأت السوء مرض عبدالإله لم يمكنه من العيش كأقرانه يعيش وفق نظام غذائي معين بالإضافة إلى عدم قدرته على المشي رغم بلوعه أربع سنوات الولد هذا كان ما يريد العمل اللولا بالصح بانتعليها هذه السيمات تعراحة قاعد يريح قالوا صلوين وقف ولا يمشي دور كما هكا على طابلة يوقف مع الحيط يقف وحده من بعدك هنا كده العملية الزوجة لا خطرش كما قالنا طابيب تاعه قالنا لفالف هنا على مستوى البطن كشغل ديكوناكتات وبالتالي عاودناها للأسف هو طفل صغير ما يعرف شو يتحرك وبالتالي كيعاودوها من هاللي عاودوها كثرو علي اللي يكريز براسكو اللي يجهدوه في وطر وفا في النهار ولا كريز الوحدة لا كريز الوحدة لربما دفوه كان تضرب لعشرين دقيقة ثلاثين دقيقة أربعين دقيقة خمسة وربعين دقيقة وصلت لنا لساعة هذه لا كريز هي اللي أثرت عليه قالوا لي خلاته ما يمشيش كي مكان يمشي زمن كان يدور معه طابلاء أمل عبدالإله التفاتة أهل الخير والمحسنين داخل الوطن وخارجه لمساعدته على إجراء عملية جراحية أخرى فهل من مجيب لسؤال هذه البراءة اشتركوا في القناة